ظهر في الحلقة الرقمية و 3 من مسلسل حيرة وأول ما شاف فريدة بغصلها بالشكل ده وقال أسيل ناس كتير بتسأل مين الرجل ده وحيعمل ايه و ايه مصيره في الأحداث بتاعة مسلسل حيرة وبرد عليكم بالفيديو ده وتعالوا نتعرف على الشخص ده مين هو و مين هي أسيل في البداية ده هيكون اسمه مهند وحيطارد فريدة في المسلسل وحيكون عايز ان هي تحبه وتكون معا يعني وعايز يخطبها أسيل هي زوجته قبل كده كان متجوزها او على علاقة بها وفيها شبه كبير جدا من فريدة وده اللي حيبان في الحلقات بعد كده لما يخرج صورتها ونلاقي ان فيه فعلا شبه كبير بين أسيل وبين فريدة وده اللي بيخلي يجري وراها هو ما حبش فريدة لشخصها لكن حب فيها أسيل شبهتها اللي رحت منه لحد دلوقتي مش عارفين هل تكون سابته او هربت منه او ماتت لسه مش عارفين لكن أسيل دي شبيهة فريدة ناس كتير بتقول انه ممكن يكون مبعوط من قبل سمر علشان تنتقم من فريدة او حتى تخليها تبعد عن جمعين لكن ده مش صحيح خالص مهند بيظهر عن طريق الصدفة وبيكون اصلا موجود وبيته القديم في الحارة او الشارع اللي سكن فيه سعاد وبلقيس وامه ابو كانوا برضو فقرة كده في يوم من الايام لكن دلوقتي ربنا فتحها عليه وعنده شركة ومعه فلوس مهند بيفضل يطرس في فريدة منين ما تروح يروح وراها وكانت منستغربة مين ده وليه بيسأل عليها وليه دايما ماشي وراها وده اللي هتخليها تروح ويتقول للخالة سعاد ويتقول لها ان في واحد بيمشي وراها وكمان بتكون خالة سعاد عرفاه وبتقول ان هو انسان كويس مش وحش ولا حاجة وان هي حتتكلم معاه علشان يبعد عنها وبالفعل بتتكلم وبتقوله ابعد عن فريدة عايز منها ايه بيقول ان هو عجبته جدا لكن فريدة لما تزهق منه حتقوله قدام بسعاد وبالقيس ان هي على علاقة بواحد وان هي مخطوبة وبتسيبها وبتمشي بتقوله ابعد عنها وسعادها مش بيصدق لكن سعاد بتقول ايوه هي فعلا كانت مخطوبة لجمال ابن عدنان وده اللي هيخليه يطارد جمال ويشوفه هل هو فعلا حبيبها ولا لا وحيلاقيه مع سمر ويروح ويواجه فريدة ان هو بيخونك طبعا ما يعرفش اصلا اللي بينهم ايه لكن حيفضل يطارد فريدة وحنشوفه بداية من الحلقة مية واربعة لغاية يمكن الحلقة مية وتمانين او مية حاجة وتمانين لكن حيرجع بعد كده ومش عايز احرق الاحداث بس هيخطب فريدة بس لسه بادر شوية وده الفيديو اللي تعرفنا فيه عن مين الشخصية دي ومين اسيل وحيكون ازاي مؤثر في فريدة وعايز اقولكو برضو انه هيخطب فريدة فترة لكن فريدة هتهرب منه في كاتب الكتاب لانها مش هتقدر ان هي تتجوز حد غير جمال الاحداث كلش قوية وتابعوا القناة وانتو تعرفوا الاحداث اول باول قبل عرضها اشوفكم على خير احبكم كلش هواية لايك اشترك في القناة فعلوا جرس علشان يوصلكوا كل جديد واستنوا باقي تسريبات المسلسل اشوفكم على خير باي باي